ردك حول بعض الأطراف الداخل العراقي تقول وتسمي التواجد التركي في العراق الاحتلال التركي ما هو ردك على هذا الوصف تحديداً الذي يأتي من بعض الأطراف الداخل العراقي؟ يعني أولاً منذ تأسيس الدولة العراقية أو مروراً بكثير من الأزمات حتى منها مثلاً احتلال أمريكي للإراك وحرب الداخلية العراقية تركيا في كل فرصة وكل مناسبة أعلن أنها تركيا ليس عندها أي أطماء أو أي طموحات في الأراضي العراقية نحن بالعكس نريد أن نستفيد من هذا الجوار بشكل يعني مثلاً من ناحية التجارة والعلاقة المحبة وكل دولة عنده سيادة ولكن الذي يحدث الآن وكلكم تعرفون أن هناك لا يوجد استقرار لا في سوريا ولا في الأجزاء من الأراك لذلك تركيا اضطرت أن تقوم بهذه العمليات التي يعني أصلاً أولاً مكلفة من ناحية المالية ثانياً كثير من الشهداء إلى الآن فقدناها كلها من أجل أمن القومي التركي وطبعاً هذا أكيد تمس بالأمن القومي الأراقي وكلنا نريد أن هناك كثير من الفراغ هذا الأمر ولذلك نستبعد كل الاستبعد أي احتلال تركي في أراضي أراقية بالعكس كلنا نرى أن مثلاً حتى دولة مثل روسيا أراد أن يحتل أوكرانيا وماذا حدث به نراها إذن نحن لماذا نحتل دولة أخرى؟ بالعكس يكون هناك فرصة أن نزيل الحدود أن يكون هناك لأنه هناك علاقات ثقافية وتجارية وتاريخية ودينية موجودة بين تركيا والعراك كل هذه الأشياء المشتركة نستفيد منها بدل التدقلات العسكرية أو تشددات أو مشاكل بين البلدين لذلك الهدف التركي ليس أن تأخذ أراضي من الدولة الأخرى ولكن في ظل عدم وجود استقرار والسيطرة كاملة على هذه الأراضي تركيا اضطرت أن تقوم بهذه العمليات التي مثل ما قلت يعني جزء من الميزانية تركيا تذهب لهذا الأمر يعني مثلاً هل العراق عنده مشكلة في داخل تركيا؟ تركيا استطعت أن تسيطر على كل الأناصر إلهابية داخل تركيا الآن لا نتحدث عن تواجد بككا المستمر في داخل تركيا ولكن ما يحدث على الحدود تسربات لسبب عدم وجود الكوة الضابطة لهذه الأناصر تسربات على الحدود التركية وقتل وسلب وتبعاً كذلك تهريب كل هذا الذي يحدث في المنطقة فلذلك أعتقد يجب أن يطمعين الإخوة الإراقيين والسياسين الإراقيين والعالم العربي أنه لا يجد هناك أي أطمع تركيا في الإراق ولكن تركيا تريد أن يكون هناك شراكة حقيقية في حل مشكلة الإرهاب في حل مشكلة صناعة دولات يعني مثل لعبة في يد دول الأظمى في يد إسرائيل في المنطقة لا يمكن أن نتحمل وجود إيجاد أو إيجاد هذه الأناصر التي ليس عندها مقاومات الدولة وبالعقس يكون رأس الفتنة التي لو شكلت ستستمر سنوات طويلة مثلما كان هدف احتلال الشمال السورية وصولاً إلى البحر الأبيض من قبل هذه الأناصر الإرهابية كان هدفها أن تأسيس دولة عازلة بين سوريا وتركيا والإراق وبعد ذلك طبعاً هذه الدولة التي هي أصلاً أجندة من دول الكبرى كانت ستلعب دور الارتباك مستمر في المنطقة التفاهم التركي الأراقي تتذكره قبل أربع سنوات حل هذا المشكلة الآن لا نتحدث عن تأسيس دولة في يد الدول الأزمة ولكن هناك محاولات أمريكية تريدون مثلاً بزريعة محاربة الداعش هم صنعوا يعني منظمة إرهابية أكثر خطورة من الداعش هذه الأناصر الآن هم مثلاً في السنجار أخرجوا أحالي السنجار في المنبج أخرجوا كل أراضي أحالي المنبج هم أصبعاً تقريباً 120 ألف لاجئ فقط تأتي من المنبج الملايين موجودة داخل كان تقريباً عدد سكان المنبج تصل إلى مليون الآن نتحدث عن 200 ألف فقط يعني إذن هناك يعني لعبة وتركيا شعر بهذه اللعبة أعتقد السلطات الإراكية بدأوا يشعرون أن هناك خطة لمثلاً تقسيم الإراك هذا ليس شيء جديد هناك خطة لتقسيم سوريا إذا تركيا سكت عن هذا التقسيم غداً ناس سيتحدث عن تقسيم تركيا لماذا نحن نسكت عن هذه الخطر ولماذا لا نتعاون يعني هناك مجال قوي جداً للتعاون ولكن لا بد أن نجلس على الطاولة ونناقش ونخطط الذي يحدث حالياً هناك أكيد ناس يجلسون من طرفين على الطاولة من ثلاث أطراف على الطاولة ولكن المهم أن يكون هناك نتيجة ملموسة وهذه العمليات تدل على أنه يعني تركيا خطأ خطوات كبيرة وحتى في داخل الإراك هناك خطوات إيجابية في إنهاء هذه المنظمات الإرهابية ويمكن أن مثلاً خاصة الميليشيات أنتم ذكرتم في التقرير هناك ميليشيات إيرانية كذلك يحاولون أن يملئ الفراغ الذي حدث من انسحاب القوات الروسية من تلرفات الآن لا بد أن يكون هناك دور تركي جديد في ضمان استقرار تلرفات والمنبج إلا فلا نستطيع أن نجمع هذه المناطق التي استطاعت تركيا أن تحررها وإذا استطعنا أن نجمع بين هذه المناطق في ذلك الوقت سيكون في مقدورنا أن نرجع على الأقل جزء مثلاً 200-300-400 ألف لاجي سوري إلى أماكنهم إلى بيوتهم